وللوقوف عند هذا الإنجاز ينضم إلينا أنس أبو دعابس مدير التصويق في شركة كيدو مساء الخير أنس مساء النور ماجد مساء النور للمشاهدين الكرام أولا نبارك لكم هذا الإنجاز الكبير وهذا الانتشار الواسع لشركتكم والسؤال هو ما الذي يميز التطبيقات التي تعملون على تطويرها ولماذا حققت هذا الانتشار الواسع إلى أكثر من 150 مليون طفل حول العالم صحيح ماجد بداية من الطبيعي أن تكون المنافسة بين الشركات هي أمر الذي يشد كثير من الناس إلى نوع من التشويش ولربما إحنا مش معتدين في مجتمعنا العربي على شركات كثيرة تصل إلى مستوى عالمي أو تصل إلى أعداد كبيرة من الزبائن حول العالم لكن أظن أن شركة كيدو استطاعت على مدار السنوات أنها تضع مستوى من الإتقان ومستوى من المهنية مكنها من الوصول إلى عمليا عشرات الدول حول العالم وإلى تقريبا 150 مليون مستخدم للتطبيقات لربما ما يميزكم أيضا بأنكم خمسة شبان مهندسين كل شاب من قرية أو مدينة عربية مختلفة من الشمال إلى الجنوب كيف التقيتم وكيف خرجت هذه الفكرة التي لاقت هذا النجاح الواسع؟ يعني للتصحيح مجد المؤسسين جميعهم من المبرمجين والمصممين أنا مش جزء من المؤسسين أنا فقط مسؤول عن قسم التسويق وأظن أنه النجاح اللي وصلنا إليه كشركة اليوم اللي فيها أكثر من 16 شاب وصبية في كافة الاحتياجات لإخراج منتج تقني يعني إحنا بنحكي عن مجد عن شركة اللي بتصنع المنتج من الألف للياء يعني نتحدث عن من مرحلة الفكرة إلى تطبيقها الفعلي إلى تسويقها وإلى حتى التواصل مع الجمهور بـ 14 لغة حول العالم وأنا بتوقع أنه فيه بمجتمعنا العربي العديد من الأفكار والعديد من الشركات الناشئة اللي هي جزء من عالم الهايتك الكبير اللي يعني ستصل وتصطع يعني خلال الفترات القريبة وأحنا أظن يعني في شركة كيديو واحدة من الأمور اللي احنا يعني كل مرة من نتفاجأ فيها من جديد مستوى الانفعال اللي بيكون عند الجمهور اللي معتاد عادة كجمهور عربي أنه فقط يكون مستوعب ويكون زبون وهون يعني احنا بننتقل من مرحلة الشراء إلى مرحلة الإنتاج اليوم شركة بمثل يعني شركة كيديو عادة يعني تخرج كثير من احتياجاتها إلى شركات أخرى لكن اليوم الكوادر الموجودة في مجتمعنا العربي يعني فقط للتذكير مجد احنا بنحكي عن مجتمع عربي اللي فقط اليوم بنحكي عن 6500 طالب في كل يعني المواضيع المتعلقة بالهايتك من علوم الحسوب وغيرها نعم وهذا الأمر المميز بأن المجتمع العربي بدأ يعني يتغلب على الصعوبات وبالفعل يدخل ويقطحم مجال الهايتك من أوسع أبوابه وهنا السؤال ما هي الصعوبات التي واجهت الشركة منذ نشأتها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه بطبيعة الحال يعني كل شركة ومبادرة من هذا النوع بحاجة إلى مزنيات وبحاجة إلى دعم صحيح بطبيعة الحال كثير من الشركات المنافسة موجودة في السوق نتحدث عن الشركات المصنعة للتطبيقات في متاجر أندرويد وآيو إس يعني في الآيفون أو في الجوجل وعمليا الحديث هناك عن آلاف من الشركات المنافسة للوصول إلى يعني عمليا نوع من الصدارة وخاصة نتحدث عن تطبيقات اللي هي معدة للأطفال يعني في الشركة جمهور الهدف تبعنا هو ما بين جمهور من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات بالأطفال فأنا بعتقد أن واحدة من المهام الأساسية اللي كانت تواجه الفريق على مدار السنوات هي كثرة المنافسين الموجودين من جهة الأمر الآخر عمليا الشركة نشأت فقط باستثمارات ذاتية بالوقت وبالمعدات من المؤسسين والأمر الأخير طبعا اللي هو جزء من عملنا في التسويق عمليا أنه نصل إلى جمهور متعدد الثقافات متعدد اللغات حول العالم وهذه عمليا واحدة من الصعوبات نعم في الختام أنس ما هي الرسالة التي تود أن تمررها لجيل الشباب ولربما أيضا للأهل لكي يحثوا أبنائهم على دخول هذا العالم أيضا وتشجيعهم لأن المستقبل يكمن في هذا العالم أيضا حقيقة أنا حتى في تطفيقاتنا نحكي أن كل طفل ممكن أن يصل بحلمه إلى كثير من الأماكن وليس بضرورة أن يحقق حلم الأهل أنا أظن أن كثير من شبابنا العرب من الجنوب إلى الشمال عندهم القدرات عندهم الأفكار اللي ممكن أن تخرج إلى حيث التنفيذ وتنقل مجتمعنا من أخبار حول العنف وحول كثير من الصعوبات والظلمات الموجودة إلى مكان كله من الأحلام وربما من النجاحات اللي ممكن تغلطوها في برامج من هالنوع وأنا أتوقع أن مجتمعنا سيبرز في هذه الفترة ونحن بدورنا نتمنى ونأمل أن نسلط الضوء فقط على هذه القضايا في مجتمعنا العربي وأن لا نسلط الضوء بالمرة على موضوع العنف أود أن أشكرك جزيل بتخير رح يكون إليك أيضاً ولجمهورك شيء مشوق أكثر أن تحكي عن مثل هذه القضايا بالفعل دون أدنى شك أنس أبو دعابس المدير التصويق في شركة كيدو شكراً جزيلاً لك ترجمة نانسي قنقر